أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة مبروك لكل المدفعجية الفوز في نهاء الكأس على تيشيلسي 2-1 وقبل ما ندخل في التفاصيل نحب نهني كل إخواتنا وصحابنا بمناسبة عيد الأطحى المبارك عيد الله علينا وعليكم بالخير والحب والسلام قبل ما ندخل في التفاصيل ياريت تدعمونا بلايك وشير وسبسكراب للقناة أرسنال المدفعجية لو الأجل فوتبول بالشكل دوت هتكسبنا البطولات فأنا مش عايز سيكسي فوتبول إطلاقا وعايز بطولات لإن أنا جعان بطولات أخيرا أرسنال بيفوز بالـ FA Cup ويفوز بأول بطولة لأرسنال من 2017 وأول بطولة في تاريخ أرتيتا كمدير فني فدوت يحسب لأرتيتا ودفع معنوية لفرقة أرتيتا وفرقة أرسنال الموسم الجاي ومش بس كده أرسنال رسميا الموسم الجاي في بطولة اليوروبا ليج فأكيد هيبقى العين على أرسنال في البطولة ديت وعين اللعيبة على أرسنال إن هي تيجي وتلعب في بطولة أوروبية أرسنال دخل اللقاء بيعتمد على طريقة لعب 3-4-3 بيعتمد فيه على الحارس الأرجوياني مارتنيز الراجل اللي سد مكان لينو بعد الأصابة ثلاثة في خط الدفاع روب هولدنج على حساب مصطفي المصاب وعن ناحية الشمال كان موجود تيرني في قلب الدفاع كان موجود ديفيد لويس رباعة في نص الملعب كان موجود بليرين عن ناحية الليمين عن ناحية الشمال كان متواجد متلا من نيلز اللي عمل مطش ممتاز جدا دفاعيا اتنين في نص الملعب رمانة ميزان قدروا يوزنوا ما بين الهجوم والدفاع ويوزنوا خط نص أرسنال المهاردة تشاكا وجامبه السيبايوس بعد أداءهم الممتاز في مطش مانشستر سيتي قدامهم سلاسي هجومي أوباميانج على الشمال علمين بيب بيو وي كمهاجم صريح لكزيد أرسنال اعتمد نفس الطريقة ديت في مطش مانشستر سيتي ومطش ليفربول واكتشف أن أسهل طريقة للفوز بالمباريات هي الدفاع بخامة اللعيبة اللي موجودة عندنا فبدأ بنفس الطريقة تقريبا اللي بدأ بيها مطش مانشستر سيتي ومش بس كده ده بدأ بنفس التشكيلة إلا أن روب هولدنج دخل على حساب مصطفي المصاب الطريقة 3-4-3 زي ما تكلمنا بتتحول في الحالة الدفاعية لـ 5-4-1 بيميل فيها متلاند نيلز أنه هو يغطي مع تيرني في الناحية الشمال عن ناحية اللي مين بيميل بيلرين أنه هو يغطي مع روب هولدنج عن ناحية اللي مين ويسقط قبع جنب الاتنين في نص الملعب ويسقط بيبي عن ناحية اللي مين بتاعته عشان يبقى روباعي في نص الملعب سدادة لأي حد حابب بيعدي ولكزيت مهاجم صريح بيبدأ هو الضغط العالي 5-4-1 على فترات بيميل أرتيتا أنه هو يلعب بضغط متقدم على حامل الكرة بحيث أنه يوجه اللعيب اللي معاه الكرة أنه يباصي في الحتة اللي أرتيتا عايزها عشان ينقض عليه يا إما تشاكا يا إما سيبايوس أو حتى أنه هو يخلي اللعيب اللي معاه الكرة يخطئ في التمرير وبالتالي تروح الكرة لمهاجمي أرسنال والكرة ديت أو الخطة ديت نجحت في أكتر من ماتش أولهم ماتش ساوس حاملتون في الدوري في ضغط نينكيتا وأحرص منها هدف أو لكزيت قصاد ليفربول وضغط على أليسون وفندايك وأخطأ فندايك في التمرير ودخل لكزيت أحرص هدف أو حتى في ماتش توتنام وضغط عالي من تشاكا مررها للكزيت وأحرص لك تزديدة قوية في توتنام فالطريقة أثبتت نجاحها مع أرتيتا نقطة اعتمد عليها أرتيتا النهاردة كان بيعتمد على دفاع المنطقة خط دفاع على خط واحد ويعتمد على الكرات الطولية في ظهر يا إما ريس جيمس عن ناحية الليمين يا إما أسبليكويتا ريس جيمس الرجل اللي كانت تايف في نص ملعب أرسنال النهاردة في ناحية الليمين أو حتى في نص ملعب الليمين وده هو تراجع للتغطية الدفاعية الممتازة ومهام الممتازة لمتلا بنيلز التاني ماتش على التوالي بعد ماتش مانشستر سيتي فيه قبل نهائي الكاز أو حتى بسبب السرعات والانطلاقات بتاعة أوبام يانج عن ناحية دية وبوت أسبليكويتا في الحالة اللي بيعتمد فيها على سرعته لأنه مش بالسرعة المطلوبة زي سرعة أوبام يانج وبالفعل استغل أوبا كورة ودخل بها منطقة الجزاء وضربة جزاء في الديها 27 وكلفت أسبليكويتا انزار وبالتالي أحرز أوبام يانج هدف التعادل عن طريق الكورة دي أكتر من كورة عن ناحية المين بتاعة تشيلسي كانت لأوبام يانج أو متلاند نيلز لكن ما استغلوهاش حتى كورة الهدف الأول عن طريق ضربة جزاء كورة مرتدة سريعة اللي بيعتمد عليها أرتيتا وبالفعل أرسنال بيحرز الهدف الأول في الديها 27 لو جينا بقى لرامبرد وطريقة لعبة تشيلسي كان بيعتمد على 3-4-3 نفس طريقة اللعبة كباييرو كحارس مرمى على حساب كيبة أسوأ لعيبة تشيلسي الموسم دوت سولاسي في خط الظهر كان بيعتمد على كورتزوما كقلب دفاع على شماله روديجر على يمينه كان متواجد أسب لكويتا البطيء العجوز رباعي في نص الملعب منهم اتنين رمانة ميزان في نص الملعب جورجينيو اللي بيقدر يبني هجمة وبالفعل شفنا دوت في كورة الهدف الأول اللي حنيجي نتكلم عليها لتشيلسي وجنبه كوفازيتش الراجل اللي بيقوم بمهام بوكس ببوكس كما قال الكتاب واحد من أفضل اللعيبة الموسم دوت في تشيلسي واحد من اللعيبة الصاعدين بسرعة الصاروخ واحد من اللعيبة اللي خسرتهم كتيبة زين الدين زيدان في ريال مدريد على يمينه كان متواجد ريس جيمس وراجل عنده 19 سنة لاعب شاب بيقدر يلعب على ناحية لمين أو حتى نص ملعب سي ام سنتر ملفلدر والراجل وضحت خطورته في بداية الشوت الثاني تحديدا لما بدأ يضم على نص الملعب في قلب الملعب وياخد السقطة واللقطة ويسدد لأنه عنده تزديدات قوية جدا عن ناحية الشمال لتشيلسي كان متواجد ألونسو ماركوس ألونسو الراجل هجوميا مفيش غبار علي لكن دفاعيا سيء جدا النهاردة عمل جبهة ممتازة مع بوليستش عن ناحية الشمال وعن ناحية لمين كان موجود ميزون ماونتون ومهاجم صريح جيرو تلاتة اربعة تلاتة بتتحول لتلاتة اربعة واحد اتنين بيميل فيها ميزون ماونتون ان هو يبقى تحت جيرو ويميل بوليستش ان هو يدخل لمنطقة الجزاء عشان يبدأ تشيلس يلعب باتنين مهاجمين وميزون ماونتون عنده الحرية في التحركات وعلى مدار مرور الوقت في المطش بنشوف تحولات في طريقة لعب لامبرد بيميل فيها بقى ان بوليستش بيتحرك تحت رأس الحربة بيميل فيها الراجل ميزون ماونتون ان هو يتحرك ناحية الشمال ناحية المين وبدأت الخطورة في اقوى العشرين دقيقة عن طريق ميزون ماونتون وتسديدة من خارج منطقة الجزاء من الناحية المين بيصدها مارتنيز وبتبدأ الكرات الخطرة لغاية الدقيقة الخامسة تشيلسي ما استناش كتير على الهدف الاول غلطة في التمرير في نص ملعب ارسنال مفيش تمركز صحيح للدفاع او نص ملعب ارسنال مع عدم المركزية ودون المركزية في التحركات لعبة هجوم تشيلسي اصفرت عن هدف الاول كرة معطوعة في نص ملعب جورجينيو جورجينيو واحد من اللعيبة نص ملعب اللي ما بتقدرش اللي هتقطع منه كرة في نص ملعب ولا حتى تكبره انه هو يلعب تمريره خطأ دول التسعين دقيقة وبيقدر يصنع الفارق زي ما حصل في الدول الاول قصد تشيلسي في اخر عشر دقيق نازل غير مجرية الامور وتقلب الماتش رأصا على عقب وكسب تشيلسي الماتش كرة معطوعة في نص الملعب جورجينيو بوليستش اللي نازل يستلم من نص الملعب من الناحية الشمال نازل يستلم في نص الملعب بيجرب الكرة بيغير ميزون مونت المكانه من منطقة المين الهجومية للشمال الهجومية بيبصيها بيدخل بوليستش يكمل كمهاجم تاني مع جيرو زي ما تكلمنا عرضية جيرو انا اكره ان انا اشوف جيرو في ارض الملعب بيلعب على خط دفاع فريقي راجل ما تعرفش هو حياخدخ على السابتة حياخدخ لجوة حيلف بيك حيلعبها لبرة وبالفعل الراجل بيلعب السهل الممتنع وشوفنا دوت في كاس العلب مع فرنسا واحد من المهاجمين الخطرين جدا جوة الصندوق او برا الصندوق بتحركاته بدون كرة او بكرة النهاردة لعب اللمسة بعد ما ميزون مونت نعرضها جيرو بيستلمها وان تاتش على طول القدمونا من الخلف اللي جاي بقى خطوطين قابله بوليستش بيلم فيها تيرني وبيحط الجون الاول عشان واحد واحد في اول خمس دقايق وارسنال بيروت زي ما تكلمنا لصابت طبعا اس بليكويتا مع نهاية الشوت الاول اجبرت لامبرد انه هو يغيره وينزل كريستينسين ويتحول كورتزوم انه هو يبقى باك يمين دفاعي كمدافع ثالث وينزل كريستينسين انه هو يبقى لقلب الدفاع وبدأت الطريقة دي في الشوت التاني كنا مقتنعين تماما اللي اقتناع ان استحواز ارسنال في نهاية الشوت الاول مش هيدوم كتير وين ارتيتا هيرجع تاني لمناطق الدفاعية والطريقة اللي فاز فيها على فريق بطل الدوري وبطل اوروبا ليفربول وفاز فيها على بطل الدوري الموسم اللي فات وبطل الكاس الموسم اللي فات منشستر سيتي بقبل نهاء الكاس والطريقة اللي فاز بيها على بطل اوروبا ليجي الموسم اللي فات تشيلسي في نهاية الكاس النهاردة وهي التأمين الدفاعي ومن ثم الخروج واحدة واحدة بخط دفاع سابت متقدم نسبيا والضغط العالي على فترات واللعب على الكرات المرتدة هو على اخطاء الفريق وبالفعل الشوت التاني تشيلسي نازل مهاجم نازل ضاغط واخد كرة وماسك ارسنال دعك في بداية الشوت التاني لكن ارسنال بيروح بكرة بعد غلطة في نص ملعب تشيلسي وقتناس لكرة عن طريق تشاكا بيمررها لبليرين اللي بياخدها وينطلق بقى وهنا بيوضح لك النقطة اللي نقصة فرقة ارسنال وهي نص ملعب تمانية بمواصفات واحد زي حسام عوار نص ملعب ليون الراجل اللي بيقدر ينقل الهجمة بين الخط الدفاع وخط الهجوم بيوصل فيها السلاسة الهجومي الكبير جدا اللي محتاج حد يديله اللمسة الاخيرة وهو السلاسة خط هجوم ارسنال او حتى لاعب بمواصفات فيليب كوتينيو الراجل المعارم بارشلونة لي بيرميونيخ واللي عليه كلام كتير انه ممكن ييجي ارسنال بيلرين انطلق لما واحد والتاني الكرة بتوصل لبيبي وببي خطورته كلها لما بيدخل لقلب الملعب ويشوت او حتى يرفع على البعيدة لكن المراضي قرر ان هو يبصيها لبرة بعد ما لكا زيت فكر بدماغه واخد المدافع التاني وفض السكة لأوباميانج عشان أوباميانج ياخدها لبرة ومن ثم يعملها تشيب من فوق كبيره عشان يحرز الهدف التاني لو بصينا قبل الجون دوت تقريبا بعشر دقائق في بداية الشوت التاني نفس الكرة عن طريق لكا زيت لأوباميانج لكن اوباميانج بياخدها لجوة وبيشوت بتخبط في المدافع المراضي غير وقال لك انا هاخدها لبرة وحطها تشيب وبالفعل بينجح اوباميانج رقم 14 ان هو يجيب الكاس رقم 14 في تاريخ النادي اللندني عشان النتيجة تبقى 2-1 بعدها على طول طارد لتشيلسي بعد الانزار التاني لكوفازيتش وبيتوه لامبرد بقى قال لك انا في الشوت الاول خرج اسبل كويتا كابتن الفرقة مصاب واتطريت انزل كريستينسين في بدقة الشوت التاني خرج بوليسيتش مصاب واتطريت ان انا اغيره وانزل مكان بوليسيتش بعد كده اضطرت كوفازيتش بعد كده دخل في الهدف التاني فاتطريت ان انا اعمل مجموعة تغييرات بقى بخروج جيرو وخروج ميزون ماونتن او حتى بخروج روديجارد والدفع بكل خطوطه اوراقه الهجومية بنزود لوس باركري وهوديسون او براهامي في خط الهجوم والدفع بكل خطوطه بقى عشان يلعب الكل في الكل لكن دوت ما اصفرش عن اي حاجة غير ان ارسنال خرج النهاردة اتنين واحد بعد تغييرات نسبيا انا شايفها ان هي تضيع وقت خروج ديفت لويز ونزول سوكراتيس عشان يأمن الناحية الدفاعية شوية وفي نفس الوقت تضيع الوقت اللي شوفناه وعلى ناحية التانية خروج تيرني ونزول آآ سعيد كوليسيناتش عشان تضيع وقت مش اكتر ولا اقل والتغييرة التالتة كانت نزول ادي نكيتا على حساب لكا زيت اول تغييرة وده انا شايفها ان هي الحفاظ على لياقة لكا زيت شوية وانه هو يدي نكيتا في نهاي بطولة كبيرة زي دوة تعلي سعره وتعلي من اسهمه في سوق الامتقالات لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا بنا لايك وشيروا سبسكرايب للقناة مبروك لكل المدفعجية وسلام اشتركوا في القناة